تظاهر شبان أكراد في حي أنغا وشارع لفايات تلبية لدعوة من المجلس الوطني الكردي تكريما لضحايا وجرحى الاعتداء الذي تعرضت له جالية الكردية نحن هنا للمطالبة بتحقيق العدالة لكل من سقط من شعبنا هنا أو في بلادنا تجيب إيماطة اللثام عن كل الجرائم التي لحقت بنا كقضية نشطات الشابات الثلاثة المتظاهرون رددوا الشعارات المنددة بالنظام التركي والرئيس رجب طيب أردغان محملينهم مسؤولية اغتيال ثلاث ناشطات كرديات في شارع لفايات الباريسي عام 2013 حيث وصلت التظاهرة والتي شاركت فيها هيئات بلدية ونيابية فرنسية منذ وقت ونحن نرى ازديادة وانتشار أفكار الحقد والعنف من اليمين المتطرر في مجتمعنا حيث أصبحوا يتحدثون بكل حرية لذا يجب أن نشكل معا حاجزا قويا للتصدي لهم التظاهرة رفعت فيها صور الذين سقطوا في الاعتداءين وصور لعبدالله أجلان والتي انتهت من دون أي أعمال شغب أو فوضى وتحطيم كما جرى يومي جمعة والسبت الماضيين أمام المركز الثقافي الكردي هذا الذي تعرض لإطلاق نار من قبل الفرنسي ويليام أم تجمع المتظاهرون تعبيرا عن غضبهم التظاهرة خلت من أعمال عنف لكن المنظمين أكدوا بقاءهم في حال تأهب حتى تنجلي حقيقة ودافع المعتدي توني شمي الحرة باريس ترجمة نانسي قنقر